اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة المركز الثالث المركز الثالث القدوم والتسل للمشاهدين متابعين الكرام بهذه اللحظات مع هذا الاندفاع الشيق نتابع طرب لحمد بن عبدالله بن علي بن حمد بوهليب مع المركز الثالث ورابع التحديات من الجانب الاخر نتابع العاصمة لسالم بن سعيد بن مبارك الزرعي من يتابع انطلاقة العاصمة مع المركز الرابع خامس التحديات المركز الخامس القدوم والتسلل والانطلاق المثير لمنحاف لحمد بن فري بن محمد الاميس المري من يتابع انطلاقة من حاف من بدأت تتسلل في هذه اللحظات وتنطلق مباشرة مع المركز الخامس سادسا مشاهدين متابعين الكرام القدوم من مزنة لسيب بن يمعب خميس الغويس السويدي ومع المركز السابع التحديات للذيبة لسالم بن سيب السالم بن راشد الاكتبي بينما انطلقنا مع المركز الثامن بقر القدوم من مهر بشعار شاهيم بخلفان بن راشد المزروعي وتاسع التحديات تاسع الانطلاقات اراهني الاستراتيجية عبيد بن سعيد بن مينانا من يتابع انطلاقه الاستراتيجية مع المركز التاسع وعاشر التحديات بن راقة بشعار معالي الفريق مصبح بن راشد الفتان هذه النتيجة مشاهدينا متابعين الكرام للعشر الاسام المذاعة والمنطلقة والمندفعة بناموسي هذا الشوت ولكن بنعود مع الصدارة نتابع نتابع البداية نتابع المقدمة وارى اريام ارى اريام من تقود هذه الجموع بهذا الاندفاع المتميز اريام على الصدارة جاسم بن سيب بن طوق العلي من يتابع من يتابع انطلاق اريام وهي تنطلق تندفع بناموسي هذا الشوت منذ منذ البداية منذ البداية على راس الحرب ما شاء الله تبارك الله المركز الثاني رهني العاصمة مع المركز الثاني لسالب سعيد بن مبارك الزرعي من يتابع هذا الانطلاق المثير والاندفع الشيق الكوكب الثنائي على مقدمة هذا الشوت بنبذ انطلقنا مع المركز الثالث مع المركز الثالث بارة تحديات مشاهدين متابعين الكرام مع المركز الثالث المركز الثالث ارى القدوم في هذه اللحظات وتسلل من سيطرة عوض بن محمد بن حسن العامري من يتابع انطلاقة ايضا سيطرة مع المركز الثالث رابع التحديات من الجانب الاخر من حافل حمد بن فري بن محمد المري وارى القدوم ارى القدوم من طراب مع المركز الخامس مع المركز الخامس وحمد بن عبدالله بوهليب من يتابع انطلاق الطراب مع المركز الخامس سادس التحديات ارهني ايضا انطلاقة مهر بشعر شاهين بخلفان بن راشد المزروع ما شاء الله تبارك الله التحديات التحديات مثيرة والانطلاقات رائعة ومع المركز السابع المركز السابع انطلاقة مزنة لسيف بن يمع بخميسة لغويس نتابع المركز الثامن المركز الثامن وارهني الاستراتيجية من بدت تتسلل تنطلق مع المركز الثامن عبيد بسعيب منانا من يتابع انطلاق ايضا وتحديات الاستراتيجية من بدأت تتسلل وتنطلق مع المركز الثامن تازع التحديات رهني الفاتنة الفاتنة لمحمد بن حمد بن عيف العامري من يتابع انطلاق الفاتنة اللي بدأت تتسلل وتنطلق مع المراكز المتقدمة ومع المركز العاشر المركز العاشر القدوم والتحدي نتابع براقة مع المركز العاشر مع المركز العاشر براقة بشعار معالي الفريق مصبح بالراشد الفتان هذه نتيجتنا هذه نتيجتنا مشاهدين متابعين الكرام ندان الثاني ندان الثاني اكملنا للعشر الاسهام المذاعة والمنطلقة والمندفع بناموسي هذا الشوت ونحن نعادل نعادل حزام الغابات على اليمين ما شاء الله تبارك الله التحديات مثيرة ولكن نتابع نتابع البداية والعودة الى مقدمة هذا الشوت مع ريام 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 اللي منطلقة اللي مندفع بناموسي هذا الشوت منذ البداية منذ البداية جاسب بسهيب بن طوق العلي من يتابع من يتابع من يتابع انطلاقة ايضا وتحديات ريام ما شاء الله تبارك الله المركز الثاني المركز الثاني ارهني العاصمة مع المركز الثاني لسالم بن سعيد بن مبارك الزرحي من يتابع من يتابع انطلاقة وتحديات العاصمة والثنتين الثنتين الثنتين اللي بتعدن ابتعاد كلي عن بقية المشاركين المغادرة للوحدة الثلاثة كيلومترات ما شاء الله تبارك الله بدنا بدنا مع العد التنازلي لمجريات هذا الشوت ومع المركز الثالث ارى القدوم في هذه اللحظات والتسلل التسلل مشاهدين متابعين الكرام مع المركز الثالث الاستراتيجية اعبيد بسعيب منانة من يتابع من يتابع انطلاقة الاستراتيجية ولكن من الجانب من الجانب الاخر من الجانب الاخر نتابع نتابع القدوم في هذه اللحظات والتسلل التسلل مشاهدين متابعين الكرام مع الفاتنة مع الفاتنة مع المركز الرابع محمد بن حمد بن عيف العامري من يتابع من يتابع انطلاقة الفاتنة مع المركز الرابع خامس التحديات القدوم لسيطرة بدت تتسلل بدت تنطلق مع المركز الخامس عوض بن محمد وحسن بثيمة العامري من يتابع من يتابع انطلاقة سيطرة مع المركز الخامس سادس التحديات أرهني أرزنة لعبد الله بن سعيد بن مصبح من غليط الاغفلي من يتابع انطلاق ترزن من بدأت تتقدم في هذه اللحظات وتنطلق أيضا مع المراكز المتقدمة المركز السابع المركز السابع القدوم من الجانب الآخر من أيضا وتحديات في هذه اللحظات تذيب للسالم بالسيب السالم بالراشد الكتبي ومع المركز الثامن المركز الثامن جبارة وثاني بن محمد الثاني بن قطام السويدي من يتابع انطلاق الجبارة مع المركز الثامن تاسع التحديات نتابع النايفة بالشعار السعيد بن مطر بن محمد الرميثي ومع المركز العاشر المركز العاشر قدوم في هذه اللحظات والتسلل من الجانب الآخر نتابع أيضا شعار شاهين بخلفان بن راشد المزروعي مع المركز العاشر هذه نتيجتنا هذه نتيجتنا مشاهدين متابعين الكروب ولكن بنعود مع الصدارة نتابع نتابع البداية ما شاء الله تبارك الله اريام 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 تنفرد بناموسي هذا الشوت وتغرد تغرد خارج السرب وحيدة منطلقة من دفعه بناموسي هذا الشوت منذ البداية منذ البداية جاسب بن سيب من طوقه العين من يتابع من يتابع من يتابع انطلاق اريام من بدت تباعد المسافة ما شاء الله تبارك الله على هذا الاداء المثير على هذا العرض الشيق اللي تقدمه اريام وهي تنفرد تنفرد بالصدارة منذ البداية غادرنا لوحة الاعلان لوحة التذكير الف ومئتين ما تبقى عن خط النهاية واريام على الصدارة ما شاء الله تبارك الله على هذا الاداء المثير على هذا العرض الشيق المركز الثاني المركز الثاني القدوم من النايف لسعيد بن مطر بن محمد الرمي أيضا بدأ بدأ في هذه اللحظات بالتحرك مع النايف مع النايف ومع المركز الثالث المركز الثالث رهنية العاصمة لسعلم بن سعيد بن مبارك الزرعي الدور دور المركز الرابع القدوم والانطلاق أيضا من الفاطن المحمد بن محمد بن عيف العامري من يتابع هذا الانطلاق والتسلل 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 مع المركز الخامس الاستراتيجية عبيد بن سعيد بن بنانا من يتابع انطلاق الاستراتيجية مع المركز الخامس ولكن لنعوده مع الصدارة مع البداية مع المقدمة واريام تنفرد تنفرد بناموسي هذا الشوط منذ البداية منذ البداية تهانين من هذه اللحظات لجاسم بن سيب بن طوق العلي على فوز اريام بناموسي هذا الشوط واللحظات الاخيرة اللحظات المثيرة العد التنازلي لمجريات هذا الشوط التحرك من العاصمة مع المركز الثاني لسان بن سعيد بن مبارك الزرع واللحظات اللحظات الاخيرة اريام على الصدارة اريام على المقدمة بدت تنطلق بدت تغادر بناموسي هذا الشوط تهانين لجاسم بن سيب بن طوق العلي على فوز اريام بالمركز الاول تهانين والناموسي قامت راسه وانهت الشوط راس لحظات الوصول والاغتراب من خط النهاية تهانين لجاسم بن سيب بن طوق العلي على فوز اريام بالمركز الاول ولحظات وصولها الى خط النهاية المركز الثاني العاصمة لسالب بن سعيد بن مبارك الزرعي المركز الثالث لسعيد بن مطل الرميثي المركز الرامع تاتي فيه الذيبة لسالب بن سيب بن سالم الاكتبي ومع المركز الخامس تنطلق جبارة لثاني بن محمد بن قطامي السويدي هذه النتيجة للخمس المراكز الاولى لنعود مع التوقيت الزمني ولحظات وصول اريام الى خط النهاية تاتي بتوقيت زمني مقدارة في مسافة ثمانية كيلو مترات تهانينة والناموس هذه لحظات الوصول الى خط النهاية اثنعشة دقيقة اربعة وخمسين ثانية وتسعة جزام من الثانية تهانين لمالك اريام جاسم بن سيب بن طوق العلي اي على فوز اريام بالمركز الاول بينما اللي وصلت مع المركز الثاني العاصمة تاتي بتوقيت زمني مقدارة هذه لحظات الوصول الى خط النهاية الثلاثة دقيقة وستة الزامنة الثانية تهانين مشاهدين متابعين الكرام لمالك العاصمة سالم بن سعيد بن مبارك الزرعي واللي وصلت مع المركز الثالث النايف لسعيد بن مطر بن محمد الرميثي تاتي بتوقيت زمني مقدارة الثلاثة دقيقة وثمان اجزاء من الثانية تهانين للجميع والنموس اكد التواصل مشاهدين الكرام يستمر وتسير الانطلاقات من جديد في تحدي مثير وتحدي تحديث 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 ت